صباح البنوك كان لها لقاء مع المستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري على هامش مؤتمر البنوك والناس نائب رئيس البنك الأهلي المصري تحدث عن البنك الأهلي وعن أهم الخدمات الرقمية وعن دور المبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد وعن تعامل البنك الأهلي المصري مع شكاوى العملاء وحماية حقوق العملاء تعالوا معنا نشاهد هذا اللقاء أعزون تحطينا حضرتك على مبادرات البنك المركزي وأهميتها في دعم الاقتصاد المصري بدون شك مبادرات البنك المركزي عملية أهمة جدا ساعدت لمواجهة العديد من الأزمات اللي شفناها على مدار السنين الفازت وأهمها كوفيد نانتين الحمد لله مبادرات بتساعدت على أن يبقى فيه معدلات نمو إيجابية على مستوى الاقتصاد بخلاف أن الدول العالم كلها ما كانش فيها معدلات نمو إيجابية فالحمد لله مبادرات المشاعة الصغيرة متوسطة التمويل العقاري الصناعة السياحة المتعثين أعتقد المبادرات غطت كل جوانب الاقتصاد المصري وساعدت على أنه يحصل معدل نمو بشكل إيجابي البنك الأهلي يعد عمود فقري للاقتصاد المصري بدوره الكبير في الاقتصاد كنا حضرك عاوزين تحطينا على أهم مؤشرات البنك الأهلي المصري بدوره خلال الفترة القادمة معدلات نمو إيجابية الحمد لله بشكل إيجابي حصلنا حوالي اثنين وثلاثة من عشر تريليون في الوداية واحد واحد من عشر تريليون في القروض والتسهيلات حوالي مية وخمسين مليار في التجزئة المصرفية حوالي مئة مليار في المشاعة صغيرة ومتوسطة مبادرات البنك المركزية دخلنا حوالي تموية مليون لحوالي ثلاث تلاف سيارة في إحلال الغاز حداشر مليار في التمويل العقالي لحوالي ما يزيد عن مئة ألف مستبيد فالحمد لله في كل الأماكن هتلاقي البنك الأهلي متواجد بالنسبة للتحول الرقمي حضرك ذكرت بعض الأرقام حطنا على موضوع التحول الرقمي والبنك الأهلي فين؟ طبع البنك الأهلي مهتم جدا موضوع التحول الرقمي يعني ده هو ده الصورة المصرفية الموجودة الصورة العالمية في كل المجالات يعني الأهلي نات والأهلي فون واكتزاء بحوالي ستة مليون عميل وثلاثة وستين ألف شركة للتعامل مع البنك الموبايل الأهلي فون كاش الفروع الإلكترونية الخدمات كمان الأخرى اللي هتنزل خلال الفترات القادمة إن شاء الله كل دي في نفس مجال النمو بتحول الرقم إن شاء الله خطوتكم خلال الفترة القادمة؟ بنفس الاتجاه إحنا عندنا الحمد لله بنفتح خمسين فرع في السنة وبرضو مستمرين في التكنولوجيا المالية بشكل خوي الرقمانة بشكل جديد سواء مع الموظفين سواء مع البندر سواء مع العملة فده بقى شيء أساسي من العمل يوم بتاعنا الحمد لله العميل فيه من اهتمامات البنك العميل؟ هو محور الشغل كله هو العميل ما كلش ولنا ده عشان العميل بتاقدموه لو ايه لو في عميل مثلا حب يتظلم أو حب إن هو مثلا خاد خدمة ومش عجبات ده فيه ألية محطوطة للمكان ده والبنك المركزي جدا مهتم بالموضوع الشكاوي والحماية العملة طبعا عندنا إضاءة متخصصة لهذا الموضوع وأي شكاوي بيتم إجاب عليها وبيتم بلغي البنك المركزي بهذه المجدرات والرد عليها يا حبيب نشكرا نشكركم ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا وتطاقوا وتفعلوا خاصية الجرس والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة بحيث تبدأ تتعرف على الفيديوهات الموجودة على القناة لأن في كتير من تسألات حضراتكم إجابتها موجودة في فيديوهات تعملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك وكل المشاريع دي جزء مهم جدا والعائل الطبي لأن هي حقوق الإنسان الحقيقي حقوق الإنسان هي أن أوفر له حياة كريمة أوفر له مسكن أوفر له علاج طبي أوفر له حماية مجتمعية دائماً ما يلعب القطاع المصر في مصري مدعوماً من البنك المركزي المصري دولة مساندة ودعاماً للدولة في كافة المراحة وهو ما أقضح جليل في الأولى الأخيرة من خلال دعم المحاول والارتدار الاستراتيجية لمصر والتي من أهمها دعم الاقتصاد